اهلا بكم حقق فريق النصر فوزا كبيرا على مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملكسلمان رياضية بالمجمعة في ختام مباريات أو في مختام مباريات الجولة الأولى من دوري جميل للمحترفين ونجح محمد السهلاوي من افتتاح أهداف المباراة قبل أن يضيف يحيى الشهري الهدف الثاني وعزز فهد لجمع أهداف فريقه بتسجيله الهدف الثالث وجاءت أهداف النصر في الشوط الأول وفي الشوط الثاني قلص منصور حمزي الفارق وسجل هدف الفيصلي الوحيد وفي المواجهة الثانية حقق الوافد الجديد أحد فوزا مهما وغاليا على مضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف سجل محمد الضو هدفي أحد الأول وأدرك ماركوس التعادل للشباب قبل أن يأتي الهدف الثاني من عبدالله الأصدى بعد خطأ من حارس الفريق الجزائري فاروق بن مصطفى ونبقى في أجواء دوري جميل حيث أكد رئيس نادي الباطل ناصر لهوادي للأخبارية أحقية فريقه بالفوز الكبير على الاتحاد في مستهل مشوارهما في الدوري مشيرا إلى أن هذا الانتصار جاء بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه اللاعبين المباراة كان فيها عدالة فنية اليوم استحق الفريق الأفضل فنيا بعد تعب ومجهود كبير في فترة العداد اليوم الفريق ظهر بالصورة التي نبغاها كانت النتيجة طبيعية فنيا ولكن الغير طبيعي فيها فريق كبير مثل فريق الاتحاد وأمام جمهوره وفي ملعبه وبالأجواء هذه ولكن الحمد لله حققنا الأهم وحصلنا البداية أيضا بداية مهمة بالنسبة لنا وحصلنا أول ثلاث نقاط من جانبه أكد لعب الباطن عبد الملك الشمري للأخبارية لأنهم حققوا المهم لهم بكلاعبين بحصولهم على النقاط الثلاث فيما وصف المحترف العراقي علاء مهاوي هذه البداية بالمحفزة للفريق في المباراة القادمة جينا الهدف واحد اللي هو الفوز والحمد لله ربي أكرمنا سوينا اللي قال المدرب طلعنا بالمهم اللي هو ثلاث نقاط ما فكرنا باتحاد ولا غيره جينا نفكر بانفص أكيد مبروك اللاعبين مبروك للإدارة مبروك للجمهور أكيد حققنا فوز أمام الاتحاد فريق قوي جمهورة والحمد لله وإن شاء الله القادم أفضل ونبقى في الدور حيث أعلنت إدارة الاتحاد تعيين المدافع الدولي السابق أسامة المولد مديرا لتورة القدم في الفريق الأول بعد خسارة الفريق مباراته الدورية الأولى أمام الباطن بثلاثة أهداف لهدف وأكد حساب الاتحاد على تويتر صدور قرار مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائل تعيين اللاعب السابق أسامة المولد مديرا للفريق الكروي الأول وبدأ المولد مشواره مع الاتحاد مطلع الألفية الحالية وتحديدا في 2003 واستمر لاعبا في صفوفه حتى العام الماضي عندما قرر الاعتزال تتجه أنظار عشاق المستديرة في العالم مساء غدا الأحد للمواجهة الكبيرة التي تجمع برشلونة وريالي مدريد في مباراة الدهاب لكأس السوبر الإسباني على أرضية الكامبنو حيث سيسعى كل الفريقين لانتزاع الفوز الذي يضمن بداية مريحة في منافسات الليبيا نتابع يستعد نادي برشلونة لاستقبال غريمه التقليدي ريال مدريد لخوض مباراة الذهاب لكأس السوبر الإسباني وهي البطولة التي تقام بداية كل موسم ما بين بطل كأس الملك وبطل الدوري الإسباني لكرة القدم هذه المباراة مهمة جدا بنسبة لريال مدريد لأن النادي يمر بمرحلة استقرار داخل صفوفه وتشكيلته متكاملة وهذا يجعله يركز على تحقيق إنجازات جيدة ريال مدريد قدم موسما ممتازا لكن عليه أن يثبت أنه مستمر على نفس الوتيرة لا شك أنه لن يبقى مكتوف الأيدي في هذه المواجهة تعتبر هذه المواجهة الرسمية الأولى بين زندين زيدان ومدرب برشلون الجديد إرنيستو بالبردي الذي بدأ مشواره التدريبي بمقارعة الكبار حيث سيعمل على إثبات جدارته في المهمة التي بدأها نهاية الموسم الماضي وتبديد الشكوك بشأن جاهزية النادي بعد رحيل نيمار أعتقد أن ريال مدريد فريق قوي ويجتاز مرحلة جديدة لكن برشلونة بدوره قوي خاصة مع قدوم المدرب الجديد في الفردي وبالتأكيد سيحاول أن يقدم نتيجة أفضل من الموسم الماضي ورغم رحيل نيمار فإذا أخذنا بعين الاعتبار آخر كلاسيكو بين الغريمين فبرشلونة يملك حضوظا كبيرة خصوصا وهو يلعب أمام جمهوره في كامبنو تتفق الصحافة الإسبانية على أن الكفة تتميل لصالح نادري المدريد حيث من المنتظر أن يعتمد على ثلاثي البي بي سي لتحقيق نتيجة تسهل من مهمته في مباراة الإياب رغم الصدمة التي تركها رحيل نيمار عن صفوف الكتلان إلا أن ميسي ورفاقه مستعدون لمجابهة زندينزيدان وكتيبته التي لا زالت تعيش على نشوة الإنجازات التي قدمتها في الموسم الذي ودعناه حميد بلحسن الإخبارية مدريد ترجمة نانسي قنقر